موسيقى اهلا بكم متابعين في كل مكان طبعا مساءكم بالخير والمسرات تحية طيبة من الزميل عبدالعزيز الناجي رئيس التحرير وزميننا صالح المرشد في الإعداد وخادر حمدان ومخرجنا علي المالكي وبقية الزملاء كل التحية مني أنا بندر الشهري ورحب بكل الأراء من خلال هاشتاغ برنامج في موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم مجموعة من المباريات استكملت فيها الجرل الثلاثة والعشرين من دور عبداللطيف جميل الأهلي يلاحق النصر ولا يدع مجال للتعثر لأن أي نقطة سوف يفرط بها الأهلي أو النصر خاصة في طريق السباق للمنافسة على الدوري سيؤثر بشكل كبير وكبير جدا على الفريقين حديث موسع إن شاء الله عن كل المباريات الجولة الثالثة والعشرين اليوم وأيضا لدينا مجموعة من الفقرات من بينها ردة فعل الجماهير بعد مباراة الكلاسيكو مساء الأمس بين الهلال والاتحاد وأيضا بين النصر وهجر البداية مع أبرز العنوين الأهلي يتجاوز محطة الفيصلي وعينه على الصدارة والخليج يقفز للمركز التاسع بعد كسب نقاط الرائد العروبة يتقدم نحو الدوري أو نحو الهروب من شبح الهبوط موسيقى والتعاد الإيجابي يفصل بين نجران والفتح في دقيقتين موسيقى موسيقى أرحب بظيفي برنامج الملعب الأستاذ عبد الرحمة الفلاج الإعلامي الرياضي المعروف أهلا أبو خالد موسيقى موسيقى لأننا سأكون قبل الأيام و أسرحوا يا صديقي أخبرنا و أسرحوا يا صديقي أخبرنا جهلا و سهلا أخبرنا إذن قد قبل Cortes الله يطبق لعمرك بالأعجزنا جدارنا ولكن تعرفنا كثيرا و الحماية و لكن إن شاء الله بل السلطة الرئياضية هناك سهل و لكن لا تقول لنا نحن نحن من هذه الملحة الله يحرحك لك يا صديقي أخبرنا الله يسكرك أعجب بي الأستاذ محمد الشب Brown الإعلامي الرياضي والإتفاقي الشهير حياك الله محمد حياك الله سيد مندر مسي عليك وعلى أخو المشاهدين وعلى سيد عبد الرحمن وسعيد تواجدنا معكم في هذه الحلقة الله حييك محمد وسعداء بتواجدك معنا عندنا مجموعة من الموضوعات إن شاء الله راح نتوقف عندهم صلة الضوء عليها لكن محمد خلينا نبدأ معك حول ما يتعلق بالاتفاق يرضيكم كاتفاقيين أحد أعرق الأندية السعودية يغيب عن الدوري الممتاز لموسمين متتاليين من الطبيعي أخوي مندر لا يرضينا إحنا كمحبين وكإدارة وكجماهيغي نادل اتفاق أن يبقى الاتفاق في مصف دوري الدرجة الأولى يعني مهما تحدثنا مهما قلنا عن مشاركة الفريق أو عن أي صعوبات واجهة الفريق في هذا الموسم لن نستطيع أن نفل الجماهير حقهم نعم في الأخير الهدف الذي كنا نسمو له لم نصل له ولكن الحديث الموسع في مثل هذا المواضيع أنا أعتقد أنه سيكون بعد ما تنتهي جميع مشاركات الفريق في هذا الموسم الفريق مقبل الثنين القادم على مباراة في بعدها إن شاء الله سيكون في حديث يصف الموسم وإيجابياته وسلبياته نعم أبو خالد كيف تنصف حال الاتفاق يعني لو أردنا وضع ما نشد تعريض وصف دقيق لما يحدث في البيت الاتفاقي هو معاناة فنية إدارية شرفية نأخذها من كل الجوانب بالأسف أنه أنا يؤلمني جدا ويؤلم كل محب للرياضة السعودية أن يكون هذا الاتفاق في أندي تدرجة الأولى بصدقه بأمانة الاتفاق فريق عريق فريق كبير فريق له جماهيرية وله حضوره سواء كان في البطولات أو في الدوري بشكل عام أو في الكرة السعودية بأكملها بصدقه بأمانة ما حدث الاتفاق نعتبره انتكاسة من الصعب جدا النهوض منها بسهولة إلا في عدة مقاومات لا بد أن تكون تتوفر من أجل النهوض بهذا الفريق أولا الاتفاق الشرفي والأسف الشرفين ما زالوا بعيدين إلا ما ندر جدا يمكن تقريبا هلال طويرقي هو الوحيد الذي بدأ يساند لإدارة الفريق بشكل فترات متباعدة والأسف تركه يعني العديز الدوسري يجدف وحيدا في في الصراع الدرجة الأولى وكيفية أو طريقة النهوض بهذا الفريق ولكن للأسف أنه ما توفق في هذا الموسم الفريق يحتاج إلى لاعبين يحتاج إلى مدرب جيد يحتاج إلى استقرار فني للأسف أنه الفريق يعني يعني غير مدربة ويعني ما كان هناك أي استقرار فني للفريق أعتقد أنه استعجال لإدارة الاتفاق في النتائج كان له دور كبير في عملية نقدر بتضاء الحظوظ الفريق بالتاهل للدولة جميل ففي أشياء كثيرة كانت كانت عوامل أساسية في عملية عدم رجعة الاتفاق السريعة التي تمنيناها حين أنها تكون موجودة ولكن أتمنى أنه يكون هناك في جلسة مصارحة جلسة تصفية نفوس بين الإدارين لإدارة الاتفاق وشرفيها البحث عن مدرب يريد تسجيل سجل أو إنجاز في سجله التدريبي فأعتقد أنه هذا ضروري جدا ليكون هناك التحفيز من الجانبين من إدارة النادي ومن الجانب المدرب نفسه أنه حاب أنه يسجل إنجاز في سجله فأعتقد أنه لا بد يكون فيه تمعن في عملية اختيار المدرب تمعن في عملية اختيار اللاعبية سواء كان محليا أو أجانب لا بد يكون فيه عودة كبيرة ومهمة جدا وقوية لأعضاء الشرف لمساندة إدارة عبد العزيز الدوسري عبد العزيز الدوسري خبرة إدارية كبيرة جدا قادر على أنه يسير الفريق متى ما توفرت الأجواء المناسة والأجواء الملائمة قد يكون الالتفاف الشرفي ليس بالمادة ولكن بالرأي أو بالمساندة المعنوية وأعتقد أنه هذا ضروري جدا في الوقت الحالي وهذا ما يحتاج الاتفاق من أجل العودة إلى دور الأضواء كيف يسندون بعض أبو خالد وأساسا هم لا يجتمعون ولا يجلسون مع بعض لماذا أنا أقول الآن لا بد أن يكون هناك التفاف الشرفي لا بد أن يكون في عودة شرفي لا بد أن يكون في جلسة مصارحة ما بين الشرفيين نادل الاتفاق وبين إدارة نادل الاتفاق للعودة مجددا للمساندة وللتأذر مع بعض من أجل الخروج من الكبوة التي يعيش فيها نادل الاتفاق فلا بد يكون هناك في تنازلات سواء كان من الشرفين أو حتى من إدارة نادي الاتفاق من أجل العودة والتكاتف لمصلحة الفريق في المقام طيب أبو خالد ليش إذا بغينا أو إذا كان هناك انتقادات توجه للاتفاق تحديداً تذهب مباشرةً للإدارة وتحديداً لأستاذ عبد العزيز الدوسر يعني أنت تكلمت أن هناك خلل في الإدارة وهناك خلل فني هناك خلل في أعضاء الشرف هناك خلل في الفريق ما إلا ذلك السواد الأعظم من الانتقادات توجه للإدارة لماذا؟ أنا أقول لك ليش؟ لجهل البعض من ينتقد للواقع الذي عيشه لدي الاتفاق هو من يجعل الانتقاد دائماً يكون على إدارة عبد العزيز الدوسري عبد العزيز الدوسري لو هو إداري فاشل أو إداري غير قادر على أنه يقود الفريق بشكل جيد ما أعتقد أنه حقق معاه بطولات واستطاع أنه يصل بالفريق إلى مجد من الصعب جداً أن يقود أي رئيس نادي سابق أو حتى في الفترة الحالية ابتعد عبد العزيز الدوسري على النادي فترة ما يقارب الستة أو سبع سنوات كان هناك تخبط كبير جداً في الإدارة وكان هناك تخبط كبير جداً في منظومة العمل بشكل عام في النادي أنا لا أدافع عن عبد العزيز الدوسري ولا أؤيد عبد العزيز الدوسري له أخطاء ولكن أيضاً إيجابياته كثيرة لا بد أن نكون أكثر واقعية لا بد أن نصنف الواقع بشكل جيد من أجل الوصول إلى نتائج محفزة وواقعية يعني يراد بها حل إذا كان غير فاشل مثل ما وصفته أنت يهبط إلى الدرجة الأولى تعرض لظروف صعبة ممكن تقول لي أو تعرض إلى ظروف نهاية الموسم يمكن هي اللي هبطت الاتفاق يستمر في الدرجة أولى لموسم ثاني على التوالي مو هي أشوف أقول لك على حاجة لا أظن أن دوري الدرجة الأولى سهل أو الخروج من عنده بالسهولة التي نتوقعها الدوري الدرجة الأولى أصعب بكثير من الدوري جميل لعدة أشياء أن تقارب المستويات وصعوبة التنقلات وإلى آخر كل هذه الأشياء عوامل قوية جدا فإنه من الصعب جدا أن واحد يتخطاه بسهولة أنا أقول لك على حاجة الوحدة كمله هو يصارع في الدرجة الأولى النهضة القادسية في كثير أندية نادة الرياضة كملوها الآن في كثير أندية تصارع في الدرجة الأولى غير قادرة على أن هي تنهض بنفسها وتحاول الصعود الدوري جميل لكن الاتفاق عريق أبو خالد أتفق معك ولكن ينقص أشياء في الوقت الحالي ينقص أشياء أن الاتفاق أول فريق سعودي يمثلنا خارجيا أنا أقول لك حاجة الاتفاق ينقص في المرحلة الحالية هذه من نصف موسم قبل الماضي وحتى هذه اللحظة ينقص أشياء كثيرة أو عوامل كثيرة من أجل أنه عودة هذا الاتفاق إلى سابق عهده أنا قلت لك أنه ينقص لاعبين ينقص مدرب جديد وإستقرار فني ينقص الالتفاف شرفي أنا أقول لك على حاجة أعتقد أنه في السابق كان عبد العيزة الدوسري هو من يتولى كل المهام فيما يخص الفريق سواء كان دعم أو إلى آخره نقول في الفترة الأولى من إدارة عبد العيزة الدوسري بعد الاحتراف وبعد التفاقم السقف المالي لللاعبين سواء كان انتقالات أو بيع أو شراء أو إلى آخره كل هذه الأشياء الآن أصبحت ليس مقدور عبد العيزة الدوسري للوحدة أنه يقوم كل هذه الأشياء لا بد هناك في أعضاء الشرف يساند يقفون معه لا بد نعم طيب محمد خليني أسألك بصفتك أحد الاتفاقيين وأحد أعضاء مجلس الإدارة الاتفاقية الآن بعدما أو بعد عدم نجاح نجاحكم في قيادة الفريق للعودة مجددا للدوري الممتاز ناوين تستمرون في الإدارة؟ والله أرى هذا الحديث سابق لأوانا الحديث هذا سيكون في باب الترشيح سيفتح في الجمعية العمومية ووقتها يكون في حديث هل هذه الإدارة ستستمر أو لا تستمر للأمانة لم نتبادل إطلاقا الحديث في هذا الموضوع كان كل الهم الفريق ووضع الفريق والعودة بالفريق الحديث هذا سابق لأوانا يعني لديكم نية في الاستمرار أو في الترشيح مجددا؟ لم يطرح هذا الموضوع للأمانة للنقاش على طاولة الإدارة إطلاقا وزي ما قلت لك الأكيد سيكون في اجتماع للإدارة بعد المباراة الأخيرة سيتم فيها مناقشة وضع الفريق وهل هذه الإدارة مستمرة أو غير مستمرة أو توضح سراتيجيتها أما رحيلها أو بقاءها بعد المباراة الأخيرة بإذن الله هل تعتقد بأن الرأي العام الاتفاقي والجمهور الاتفاقي لديهم رغبة في استمراركم؟ والله أنت تسمع فيه إيجابيات للاستمرار فيه أراء أخرى لعدم الاستمرار فيه أراء كثيرة قاعدة تتداول ولا تقدر ترجح يعني كفة عن كفة ولكن زي ما قلت لك أنا أنت عشان تقرر توانا استمرار هذه الإدارة أو رحيلها أو أي شيء من هل القبيل سيكون إن شاء الله بعد نهاية الموسم بعد ما ينتهي الموسم بإذن الله سيكون في اجتماع المجلس الإدارة لتحديد المواقف هذه وتحديد وجهة نظر الإدارة في استمرارها من عدمها طيب أنا أتذكر فيه تصريح سابق يمكن تتذكر معي محمد للأستاذ عبد العزيز الدوسري لما سئل عن سبب تمسكه برئاسة نادي الاتفاق قال إذا كان هناك رئيس جاهز لقيادة الاتفاق فأنا مستعد للإبتعاد تذكر هذا التصريح صحيح الآن قبل يومين أنا قرأت تغريدة لزميلنا فيصل الشوشان وهو قريب من الاتفاق يقول أن هناك أربع رؤساء جاهزين الآن لقيادة الاتفاق والله سيد كريم نحن بالنسبة لنا اليوم كل ما يثار هو يعني يظل طروحات واجتهادات سواء كان في وسائل تواصل اجتماعي أو كان حتى من خلال الصحف المقروعة في الأخير ما يثبت كل هذا الكلام هو عندما تفتح باب الترشيحات الرسمية هناك يكون الحديث بشكل رسمي وبشكل جاد عن إن كان هناك مرشحين قادمين أو واحدة أو اثنين أو أربعة أو إدارة حالية أو سابقة أو خلافة طيب هناك أسماء ظهرت بشكل واضح أو تقدمت بشكل مباشر لرئاسة الاتفاق لحد الآن لأنه باب الترشيح الرسمي وتقديم الأوراق الرسميا لم يفتح لحد الآن بس تظهر أخبار يعني أنباء تتواتر من هنا وهناك وأكيد أنت أحد أبناء البيت الاتفاقي أكيد أن يمكن وصلكم خبر يعني أنا على سبيل المثال وأنا بعيد عن الاتفاق وصلني خبر ترشح خالد الدبل ومعه مجلس كامل لقيادة الاتفاق صحيح بدل ما تفضلت زي ما قلت لك قبل شوي أنه إحنا نسمع هذا الموضوع في وسائل التواصل الاجتماعي سواء كان في تويتر أو خلافه ولكن أنت عشان الموضوع يأخذ تعليق رسمي أو وجهة نظر لا بد أن يأخذ طور الرسمية فباب الترشيحات يفتح فيه موعد رسمي يحدد من مكتب رعاية الشباب من خلاله تقدر تناقش أو يعني تتحدث بشكل رسمي لأنه يبقى كل ما يطرح لم يأخذ طور رسمية لحد الآن نعم متى آخر مرة اجتمعته في الإدارة محمد؟ متى آخر مرة صار هناك اجتماع لأعضاء الشرف أو حتى أعضاء مجلس الإدارة؟ أعضاء الشرف كان فيه اجتماع كان يقود أهل أستاذ فيصل عبدالهادي بين أعضاء الشرف وبين مجلس الإدارة الإدارة فيه اجتماعات مستمرة يعني موجودة لمجلس الإدارة نعم نتمنى كل التوفيق لكم في الاتفاق وأن يعود مجدداً للدوري الممتاز لأن هذا مكانه الصحيح واللي تعودنا عليه كأحد أعرق الأندية السعودية وإن شاء الله نتمنى لكم كل التوفيق سواء إن استمرت إدارتكم أو حتى في إدارة قادمة مثل ما تطالب بها الجماهير الاتفاقية عندنا أجرفك لمباريات اليوم نشاهد مباريات اليوم ونتائجها الخليج ثلاث نقاط مهمة استطاع أن يتحصل عليها اليوم بعد فوزها على الرائد بثلاثة أهداف مقابل لشيء تعادل إيجابي بين نجران والفتح هدف وحيد لكيل الفريقين العروبة استطاع أن يتغلب على الشعلة بهدفين مقابل لشيء في صراع الهروب من الهبوط والأهلي في مواصلة مشواره نحو الدوري والمنافسة ومزاحمة النصر يتغلب على الفيصلي بأربعة أهداف مقابل هدف هناك في مدينة ملك سلمان في المجموعة ترتيب الفرق بعد نهاية مباريات اليوم النصر في الصدارة 57 نقطة يليها الأهلي بـ 55 الهلال 53 نقطة الاتحاد رابعا والشباب خامسا الفيصلي في المركز السادس والفتح سابعا التعاون في المرتبة الثامنة الفتح في المركز التاسع وعاشرا هجر الخليج في المرتبة التاسعة ونجران في المرتبة حدية عشر الرائد يتراجع إلى المرتبة الثانية عشر العروبة قبل أخير والشعلة يتذيل الترتيب في المركز الرابع عشر عندنا مجموعة من الملخصات لمباريات اليوم لعله يمكن الأنظار كانت متجهة لمباراة الفيصلي والأهلي أبو خالد على أتبار أن الأهلي يزاحم النصر طبيعي تكسب أهميتها بأهمية منافسة الأهلي للنصر على الصدارة فأعتقد أنها وأنها كانت مباراة تعتبر عادية جدا بالنسبة للفيصلي ولم يقدم فيها ما شاهدناه أو طمعنا منه أن يكون مثل ما كان في الدور الأول بينه فريق شريس ومصصعب جدا التغلب عليه أعتقد أن الفريق الفيصلي ظهر وديعا في هذه المباراة ولم يكن بذلك الند الذي عرفناه أو الذي أعتدنا منه دائما أنه يكون شرس وصعب المراس على أرضه وبين جماهيره يعني الأهلي فاز بسهولة طبيعي جدا أعتقد أنه عطفا على ما شاهدنا الأهلي كان الأفضل في كل شي حتى أنه كسب المباراة بأقل الجهد ممكن وكان يعني مرتاح جدا في عملية اجتيازه للفريق الفيصلي نعم عندنا ردة فعل الجماهير بعد نهاية مباراة الأمس بين الهلال والاتحاد في كليسيكو الكرة السعودية وفوز هلالي مهم ثلاثة أهداف نظيفة نتابع ردة الفعل ونعود موسيقى موسيقى كنتم ماشيين صح مع الفرق العادية لعبت مع النصر ونهزمته رجعت فلسة على هجر وان رجع لكم هلال فلسة ويش اللي سير في الاتحاد قدام الفرق الكبيرة الاتحاد كان فريق كبير حين يحتاج إلى ترميم الاتحاد الحمد لله الفوز الحمد لله مية بالمية ولكن همشين ما سجلوا فينا هداف عشان الأخطاء الدفاعية نبدأ لأسيا تحسن مستواكم برانية تخيرة؟ ها؟ تحسن مستواكم برانية تخيرة؟ ايه الفوز الحمد لله حلو بس أن الأهداف يرمجت فرص خطيرة هذا الدليل أن الهلال متكت الدفاعية نحن نبغى بأسيا المفروض عندك عبد في التحسير عبد في التحسيري ليه ما تلعب في البداية ندخلي في هذا المولد ندخلي في هذا والله حرار مبروك الفوز الحلال يستاهل وإن شاء الله للصدارة الله يبارك فيك المركز تاهلت الزعيم وهذه عاداته مارك الضغر بالمركز computers تهارف لكم؟ إن شاء الله بإذن الله تقيم برانية تأثير إن شاء الله بإذن الله تقيم برانية تأثير المركز تأثير نحن برانية تأثير لا إن شاء الله الزعيم قدها بإذن الله برد من الرشان مبروك يعطي شكراFE Buch 명ع بس عندنا الديموقراطية عندنا الهلال إتحاد في البيت نصراوي قاما إن شاء الله أهلاوي جاي بالطريق إن شاء الله مبارك للجمهير الهلالية هذا الفوز والعودة للمنافسة من جديد محمد خلينا أسألك حول مباراة الأمس استمتعنا مباراة حتى وإن كانت من طرف واحد استحواذ بشكل كامل من قبل هلال حقيقة أخي بندر مباراة الأمس يمكن تعود فينا بالذاكرة إلى هلال كوزمن الهلال في مساء البارحة كان تكتيكي من الدرجة الأولى لاعبي الهلال أنا أعتقد طبقه وما طلبه المدرب بشكل دقيق جدا الهلال دخل المباراة لحصد الثلاث نقاط من خلال خطوات اللاعبين في الدقائق الأولى استثمر شوط أول بهدف ضغط فيه على الاتحاد أنا أعتقد أن المدرب الاتحادي لم يوفق البارحة في استثمار اللاعبين والمواهب الاتحادية التي تكون لها دور كبير في بعض المباراة الكبيرة زي مباراة الهلال والاتحاد أعتقد الجو العام بين المدرب واللاعبين الاتحاد لم يكن صحي بشكل كبير جدا فبالتالي هناك شد سمعنا أنباء حتى أنه في بعض الشد صار بين اللاعبين الاتحاد في التبرير الأخير أعتقد لا دور كبير الأجواء هذه كانت على التأثير على اللاعبين الاتحاد في المباراة الهلال يأخذ خطوات ثابتة بمستوى متصاعد بشكل جدي أعتقد الهلال سيكون لها شأن مختلف في كاس الملك نعم عبد الرحمن وش يتغير في الهلال المباراة الأخيرة مدرب عرف كيف يستثمر طاقات اللاعبين ويوظف إمكانياتهم بشكل إيجابي جدا وأعتقد أنه ظهر الهلال بشكل منظم وعنده انضباط تكتيك عالي داخل الملعب وأعتقد أنه هذا كان ينقص الفريق من بداية الموسمة توفقوا فيه الهلاليين؟ إلى حد الآن أي نعم يعني قبل مباراة الاتحاد كانوا يقولون المحك الحقيقي للمدرب هي مباراة الاتحاد شهادنا بالأمس كيف الهلال مسيطر؟ أبقلك على حاجة صعب جدا أنك تحكم على عمل مدرب من مباراتين أو ثلاثة أعتقد أنه لا بد يكون هناك استمرارية في العمل يعني عديد من المباريات من أجل أنك أنت تحكم حكم قاطع على عمل مدرب كان هو جيد أو غير جيد أو حتى متوسط فأعتقد إلى الآن المدرب يعمل بشكل جيد استطاع أنه ينظم الفريق بشكل إيجابي أعتقد أنه استثمر طاقات اللاعبين بشكل إيجابي جدا أعتقد أنه شفنا الفريق عنده انضباط تكتيكي عالي جدا داخل الملعب وهذا أعتقد أنه ما ينقص الهلال في بداية الموسم بالإضافة إلى أنه عودة بعض اللاعبين العودة نقول للروح التي كانت غائبة الدافعية للفوز كل هذه الأشياء كانت موجودة بشكل كبير جدا في مباراة الأمس سوء الاتحاد أو نقول استثمروا سوء الاتحاد بشكل كبير جدا الاتحاد كان أمس ما هو بالاتحاد الذي نعرفه ولا هو الاتحاد الذي كان في الجولات الماضية الأمس كان أنا يمكن أن أعيد أخويا محمد على الموضوع أنه كان ينقص التهيئة النفسية بشكل كبير جدا أعتقد أنه لعبين نزل المباراة بروح هزامية وكان هذا واضح عليها من بداية المباراة الهلال استغل الشيء هذا إيجابيا واستطاع أنه يحقق نتيجة مطمئنة إلى حد كبير جدا العشاق والجماهير وأعتقد أنه الآن تقريبا الهلال ارتاح إلى حد كبير في المركز الثالث ما لم يكن هناك تغيرات أو نتائج إيجابية قد تخدم في الجولات القادمة طيب بهذا الوضع الحالي بالنسبة للهلال يخوف من أي ناحية البقية للمبارايات خاصة أنها تنتظر مباراة مهمة مع النصر قصدك أنه يشكل قلق على الأندية الأخرى مثلا شوفه أقول لك الحاجة النصر والهلال بدأت أنت تصل إلى النقطة هذه أقول لك أن النصر والهلال بأسوأ حالاتهم بأفضل حالاتهم هو قلق موجود بشكل كبير جدا سواء كان الهلال جيد أو كان سيئ أو النصر جيد أو كان سيئ كل الأحوال أنه هناك فيه تنافس تقليدي وفيه ديربي قوي ويظهر فيه اللاعبين بشكل مختلف تماما عن أي مباراة أخرى تجمع الفريقين تجمع كل فريق حكم التنافس بينهم طبيعي جدا أنا أتكلم عن أبو خالد عشان توصلك الفكرة أن كان هناك رأي سائد عند النصرويين أنهم خلينا أقول لك إلى حد كبير متأكدين من نتيجة هذه المباراة لكن بعدما صحل هلال فترة الأخيرة بعد المدرب والتغييرات التي حصلت ما تشوف هناك قلق بالنسبة للنصرويين خاصة المباراة القادمة تحديد مصير أنا ما أعرف طبعا منين جبت التأكيد ولكن أنا أقول لك أنه بحكم أنه الفريق متصدر الدوري بحكم أنه يقدم مستويات كانت أكثر من مميزة خلال فترة الجولات السابقة قبل الإصابات والتغييرات الفنية التي حدثت داخل الفريق فأعتقد أنه من الطبيعي جدا أنه يكون النصرويين أنه هو سقف الطموح عالي جدا بالنسبة لهم سواء كان أمام الاتحاد أو أمام الهلال أو غير الهلال فأعتقد أنه في الوقت الحالي أعتقد أنه الوضع ما أقدر أقول لك أنه والله متأكد ولا غير متأكد هو في طموح لا بد أن هذا الطموح يتحقق سواء كان أمام الهلال أو غيره لا أنا أسأل عبد الرحمن أنا اللي قصدت أنك قبل ما يجي مدرب قبل ما يتحسن الفريق الفترة الأخيرة في المباريات الأخيرة وقبل ما يتعرض النصر لظروف مثل إصابات وغيابات بعض اللاعبين لو سألت أي مشجع رياضي عن المباراة القادمة الهلال والنصر يقول لك النصر فنيا أفضل على اعتبار أنه متصدر الدوري وقدم مستويات والهلال مر بظروف صعبة صح أو لا؟ الآن اختلف الحال أنت بتوصل النتيجة تقول أنه الآن الهلال قادر أنه يفوز على النصر أقول لك صعب جدا أنك تجزم بهذه النتيجة رغم أنه الآن الهلال الفنيا يعتبر جيد جدا وعنده نظبات تكتيكة عالي جدا داخل الملعب والمدرب لديه بصمة متميزة على الفريق ولكن أنا أقول لك أنه داخل الملعب تختلف كل المقاييس مع مباراة النصر وهلال هذا شيء منتهي من عنده نعم لا أقدر على الورق أقول لك يمكن الهلال أفضل فنيا لكن في داخل المستقيل الأخضر أعتقد الوضع مختلف تماما فنيا معناتها الأقرب بالهلال للفوز على الورق إذا كان فنيا إذا نتكلم فنيا من دون عوام أخرى أنا أقول لك أوكي الفنيا حاليا الهلال أفضل يعني على عطفا على نقدر نقول الجولتين الماضيتين سواء كان أقدام الاتحاد أو اللي قبله نعم ولكن لا نجزم على أي حكم في مباراة النصر والهلال بي حالي من الأحوال طيب من كلاسيكو الكرة السعودية الهلال والاتحاد إلى مباراة أخرى النصر أمام هجر وردت فعل الجماهير بعد المباراة الحمد لله أبو عمر سجلنا هدف فتحنا هو شيء تضايق من هدف الأول بعدين حاولنا 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 أبو عمر فتح الملعب الحمد لله اللهم لك الحمد بيضوها الشباب بنقصر كشفت النصر الشطر أول يعني ما كان النصر المعروف بمستوى والله ما يهم المستوى ليهم يهم الثلاث نقاط أتخذ نعم الحمد لله أو شيء الحمد لله ألفوز ثلاث نقاط إن شاء الله بس مو هذا المستوى نشوفه دمنا لما جابوا الأهداف أدري أنا اليوم ما هو في المستوى ما عندك الحسين وعوض بس شاية لكن الحمد لله أهم شيء ثلاث نقاط عطفا على المستوى اليوم اللي بسبب الغيابات نشوف أنها نتجة كويسة ومبشرة القادمة إن شاء الله والله الحمد لله أهم شيء ثلاث نقاط ما يهم المستوى شباب الجمهوري المستوى سمشي ثلاث نقاط باقي ثلاث نقاط والله يوفقنا في الجاي ضيع كثير النصر لا والله ما ضيع صح أدريان أدريان هو الضيع أنا نية تدريان لضيع بس إن شاء الله هدفين يعني محاقها ضيعها هي أنا نية تدريان بس إن شاء الله الجاي يحسن بإذن الله الله كويس الشوط الأول ضيعنا فرص يعني بالاستطاع أصلا من الشوط الأول تنتهي المبارا ثلاثة أو أربعة صدر بس عبضنا الشوط الثاني الحمد لله والله كويس الحمد لله أهم شيء ثلاث نقاط مهم المستوى مهم ثلاث نقاط يعني الجميع متفق أنه أهم شيء ثلاث نقاط حتى لو غاب المستوى أنت الدوري ما تأخذه بالمستوى تأخذه بالنقاط أهم شيء تجمع نقاط وإن شاء الله عقبال ثلاث نبرايات الجاي إن شاء الله نجمع التسع نقاط طيب أنت عندك مبارتين مهمات الحلال والشباب دير بيات وإن شاء حبوزي ثلاث نبرايات الجاي إن شاء الله تسع نقاط بإذن الله والله يعني ضياء فرص كثيرة صراحة دريال اليوم مهم مستوى والسهلاوي هم مستوىهم أتمنى السهلاوي صنع صنع بس يعني جتها أهداف محققة وضيعها إن شاء الله يعني ثلاث نبرايات يقدمون مبرايات أحسن